حدود العراق المائية في شط العرب تتقلص تدريجيا وتعرض البلاد لخسارة أراضي ومنشئات نفطية وسبب يعود إلى انحراف خط التالوك المتفق عليه كحدود رسمية بين العراق وإيران بموجب اتفاقية الجزائر المبرمة بين البلدين عام 1975 وبحسب وزارة الموارد المائية فإن هذا الانحراف يعود إلى أعمال التطوير في الجانب الإيراني وهو ما دعاها إلى طلب لقاء مع نظيرتها الإيرانية لبحث الاتفاقية وتعديلها الانحراف الذي حصل في خط التالوك هو نتيجة لأعمال التطوير الذي قام به الجانب الإيراني وهي موضع نقاش ومناقشات ومفاوضات مع الجانب الإيراني في هذا الموضوع الجانب الإيراني يعتقد أن هذه هي نتيجة للظروف الطبيعية ونحن نعتقد عكس ذلك أن هناك مشاريع التطوير طالبنا عن طريق وزارة الخارجية لعقد لقاء ثنائي ما بين وزير الطاقة والرأي الإيراني لغرض إعادة تفعيل هذه اللجان المشتركة هناك لجان مشتركة ما بين العراق والإيران أقرت في عام 2012 ولكن للأسف لم ترى النور لحد الآن ننتظر موافقة الجانب الإيراني على عقد مثل هذه الاجتماعات التغييرات الكبيرة التي طرأت على الحدود المائية المتفق عليها تسببت بإيقاف الأعمال داخل شط العرب من الجانب العراقي كأعمال تنظيف النهر وإنشاء السدود وتنظيم الملاحة البحرية التي تعد أهم الأمور المعطلة لا سيما هو أن شط العرب هو المنفذ البحري الوحيد العراق المطل على الخريج العربي أي أعمال داخل الشط حاليا متوقفة منذ زمن طويل بسبب عدم ترسيم الحدود موضوع تنظيف شط العرب تأمين الملاحة في شط العرب موضوع حتى ما يتعلق بفكرة إنشاء سدة مشتركة مع إيران في شط العرب يجب أن نصل إلى حل وإيقاف هذا التدهور الذي يصير عندنا في شط العرب فتح ملف المياه بشكل عام وثرسيم الحدود بشكل خاص بات أمرا ضروريا مع الجارة إيران سيما بعد تناقص كميات المياه الواردة منها فضلا عن التغير المستمر في الحدود المتفق عليها في اتفاقية الجزائر من بغداد محمد جبار العراقية الأخبارية